أزمة الكهرباء الحقيقة مستمرة في مصر لكن بدأت تطال قطاعات أخرى وقطاعات حيوية للمواطن المصري القايرة 24 نفوق 15% من الفراخ بسبب انقطاع الكهرباء ومطالب استثناء مزارع الدواجن من خطة تخفيف الأحمال بيتكلموا على مشكلة كبيرة جدا بيعيشها قطاع الدواجن تعالوا نشوف الأرقام اللي وردت في التقرير وبعدين نشوف التعليق الأخير اللي هنعلقه على القصة دي قطاع الدواجن هو أحد القطاعات التشغيلية والصناعية الكبرى في مصر بيوفر وظائف تقريبا لثلاثة مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر من خلال خدمات التوصيل والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالصناعة حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه إجمالي عدد المنشآت الداجن في مصر حوالي 38 ألف منشآة المنشآت دي بتشمل مزارع مصانع أعلاف مجازر منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات أعداد المزارع بتتركز في الدلتا حوالي 35 ألف مزرع على مستوى الجمهورية محافظة الشرقية فيها العدد الأكبر حوالي 5800 مزرعة العليوبية في المركز الثاني حوالي 2500 مزرعة والصناعة بتتوزع ما بين 30% لشركات كبيرة 20% منتجين متوسطين 50% صغار مربين بيمثلوا قلب الصناعة اللي حصل إيه في موضوع الكهرباء؟ اللي حصل إنها كارثة كبيرة جدا على قطاع الدواجن التحقيق لموقع المصر اليوم قال إن فيه نسبة نفوق في الدواجن بسبب انقطاع الكهرباء بلغت 10% يعني كم دجاجة؟ 3 مليون دجاجة القاعدة 24 قالت إنهم 15% الارتفاع الجنوني في الأسعار كان نتيجة حتمية للي حصل ده فارتفعت الأسعار تقريبا 20% في ظل غياب الرقابة بعض التجار بدأوا يستغلوا الأزمة يشتروا الفراخ الميتة ويبيعوها في السوق على إنها سليمة وده هيمثل أزمة كبيرة على صحة أو خطر كبير على صحة المستهلكين المشكلة فينا جماعة أنه بعد 2022 كان فيه ضربة كبيرة جدا لقطاع إنتاج الدواجن لم يتعافى منها الحقيقة من بعد 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكمان ارتفاع أسعار المدخلات أسعار الكاتاكيت زادت 35 جنيه تقريبا للواحد سعر الطن العالة 22.5 جنيه وخمسمية وارتفاع أسعار أدوية الدواجن كمان بنسبة 300% الانتاج كمان تراجع بشكل كبير جدا فلو تبص على الأرقام هتلاقي انخفض من مليار ونص المليار دجاجة في 2022 لـ 850 مليون دجاجة فقط في 2024 تتكلم من نص تقريبا وتراجع كمان انتاج البيض من 14 مليار لـ 8 مليار انخفاض أعداد الجدات والأمهات كمان من 360 ألف لأقل من 220 ألف أمهات الدواجن من 14 مليون لـ 8 مليون أزمة ناص الأعلاف بتزود الموضوع بشكل كبير جدا فقدت لخروج 40% من المنتجين من السوق فتقلص الانتاج بنفس النسبة كمان في نقص في البروتين الحيواني بشكل كبير جدا فتقلصت حصة المواطن من البروتين الحيواني من 21 كيلو لـ 12 كيلو سنويا الكلام ده في خلال سنتين وده بيعكس تأثير مباشر أو ليه تأثير مباشر على الصحة العامة كمان المربين بيخسروا بنسب كبيرة وبأرقام كبيرة حوالي 300 ألف جنيه بسبب ارتفاع تكاليف التربية طيب في بعض الحلول اللي ذكرت في الأيام القليلة الماضية أول حاجة أنه مجلس الوزراء لازم يتدخل عشان يعوض الجماعة المربين والمزارعين دول عن الخسائر بتاعتهم النقطة التانية ودي المهمة الحقيقة موضوع الرقابة الصحية ودعم صغار المربين تمام لكن الجزء الأساسي هو تاني باراجراف استثناء من تخفيف الأحمال وهو ده اللي أنا عايز اختنبيه الفقرة دي الحقيقة يا جماعة الخير لما يبقى عندنا قطاع زي ده فيه الملايين دي وفيه الفلوس دي وفيه كم الشركات والمصانع دي لو سمحتوا اعتبروا منطقة سياحية لو سمحتوا اعتبروا العالمين الجديدة اعتبروا العاصمة الإدارية الجديدة اعتبروا أصرف خامة سيء الذكر اعتبروا مركز شرطة اسم شرطة اعتبروا أي حاجة من الحاجات اللي انت منورها 24 ساعة يا جماعة لما يبقى عندك قطاع بالشكل قطاع الاسم ده اسرائيل ده بحاج فيه والمحاصيل الزراعية الده بحت فيها واسعار السرع الغذائية بتزيد وبعدين الفراخ كمان بيحصل فيها كده والبيت بيحصل فيها طب انت انت مستني ايه انا كان المفترض اضيف ده للصورة اللي في الاول خالص اللي بدنا بيها الحلقة سيء الذكر في اسبوع ما هو الناس بيتخرب بيتها في كل القطاعات الناس دي المر في كل القطاعات الناس طلعان عنها في كل القطاعات فلو سمحته لو كان في حد عنده بقية من عقل في هذه المنظومة المهزئة فيعتبر موضوع الدواجن انه هو منطقة سياحية واستسنوها لو سمحته من تخفيف الاحبال اشتركوا في القناة